بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو والمحاضرة الأولى من دورة التحليل الرقمي الاحترافي المستوى الثاني المستوى الثاني بندرس فيه ما يسمى بالمدى في أسواق المال طبعا نظرية المدى في أسواق المال هي نظرية للأسف الشديد كله بيحاول يقترب منها من بعيد لكن لم يتعمق فيها أحد يعني ما فيش حد يتعمق في نظرية المدى في أسواق المال وحدها طبعا المدى هو الفارق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة ده في علم الإحصاء يعني انت لما تشوف علم الإحصاء تعريفه للمدى هو الفارق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة هذا التعريف مغلوط في أسواق المال تمام تعريف جيد جدا في علم الإحصاء لكن انت لو أخبت هذا التعريف في أسواق المال هو تعريف مغلوط ليه؟ لأن لازم تقول أن أعلى قيمة وأدنى قيمة يجب توافر شروط معينة للأغذي بها أن تكون نفس الظروف متوافرة سواء الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدولية وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على المدى أصبح لدينا الظروف الصحية مؤخرا تمام؟ فما قبل كورونا غير ما بعد كورونا أو أثناء كورونا الظروف الصحية غيرت في نمط الحركة الخاص أو أسواق وغيرت في المدى أيضا بالنسبة مثلا لأزواج العملات في سوق الفوركس ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما قبل فك الارتباط بين الفرانك واليورو غير ما بعد فك الارتباط ما بين الفرانك واليورو تمام؟ أيضا بالنسبة للأسهم يعني احنا ندرس مع بعض برضو المدى هل يختلف المدى بين الأسواق المختلفة؟ يعني المدى في سوق الأسهم غير المدى في سوق الفوركس غير المدى في المؤشرات غير المدى في السلع؟ نعم المدى يختلف ليه؟ لأن انت لو قلت المدى واحد لا ما ينفعش يكون المدى واحد أولا سوق الأسهم بتحكموا اعتبارات كثيرة ممكن توزيع أرباح نمو للشركة خسارة كبيرة للشركة وهكذا تمام؟ ما تقدرش تقول أن شركة وزعت أرباح أو قامت بعملية تقسيم الأسهم أو عملت اكتتاب زيادة رأس المال فكل هذه الظروف بتؤثر في المدى الخاص بالأسهم تمام؟ وهي ظروف خاصة بالأسهم هندرسها مع بعض طيب المدى في أسواق المال ما تقدرش تبعده عن الزمن تمام؟ لازم تربط المدى في أسواق المال بالزمن وهندرسها مع بعض طبعا ولازم تربط المدى في أسواق المال بالحجم حجم التداول وحجم التداول يختلف بين الأسواق المختلفة إزاي الكلام ده؟ يعني حجم التداول في العملات الرقمية غير حجم التداول في الفوركس غير حجم التداول في الأسهم غير حجم التداول في السلع بتحكموا اعتبارات كثيرة وازاي اقدر احكم ان حجم التداول ده هو حجم تداول صحيح حجم تداول حقيقي ليس به تلاعبات يعني حجم التداول اللي موجود في سوق العملات الرقمية بيغلب عليه الهوت ماني وايضا بيغلب عليه مسألة التلاعبات زيادة التلاعبات تمام يبقى لازم تربط كفاءة السوق تمام بيه حجم التداول بيه المدى في اسواق المال وده دي طبعا مسألة من المسائل الصعبة جدا معامل الارتباط لا شك ان الانتر ماركت مهم جدا دراسته وهنعرف ازاي تشتغل بانتر ماركت مع المدى في اسواق المال طبعا الظروف شبه المتشابه دي بقى هنشرحها باستفادة شديدة يعني ايه ظروف شبه متشابه في سوق الفوركس ويعني ايه ظروف شبه متشابه في سوق الاسهم بالتفصيل المناسب طيب هل تختلف نظريت قوة المدى في الاسواق المختلفة ده السؤال اللي لازم نرد عليه في المحاضرات القادمة ان شاء الله وانواع قوة المدى في اسواق المال ايه هي انواع قوة المدى في اسواق المال طبعا عندنا المدى التاريخي اول حاجة اللي لازم ندرسها هو المدى التاريخي ازاي اقدر ااخد المدى التاريخي وازاي اقدر اعمل استراتيجات مختلفة على المدى التاريخي فيه ناس تقدر تعمل المدى التاريخي ده ويشتغل فيه اتجاه تمام وناس تاخد المدى التاريخي وتعملوا إدارة للصفقات إدارة مخاطرة يقول لك والله أصلي زوج العملة ده بيتحرك في حوالي ألف بيب فأنا ألف البيب دولار أنا هعمل لهم إدارة صفقات واحد ثالث يقول لك أنا هعمل لهم استراتيجية كده استراتيجية مضاعفات أصلي المدى التاريخي واحد اثنين ثلاثة تمام فإذا المدى التاريخي ده هيفيدك في حاجة كتير واحد رابع يقول لك أنا أخذ المدى التاريخي ده وأعمل بريك أوت له تمام أول ما زوج العملة يتعدى هذا ويتجاوز المدى التاريخي هقدر أشتغل عليه في حاجات كتيرة جدا في المدى التاريخي وبعد كده هنعرف مع بعض استراتيجيات المدى في الأزمنة المختلفة هل المدى الأسبوعي زي المدى اليومي هل المدى اليومي زي المدى الشهري هل المدى الشهري زي المدى السنوي فاهم وإزاي تقدر تشتغل وهل يوجد مدى على المستوى الربع ساعة على النصف ساعة تمام ما هي مسمياته المختلفة وأقدر أشتغل معها ازاي تمام ثم بعد ذلك ننتقل إلى المدى الحقيقي واستراتيجياته دي طبعا استراتيجيات موجودة حول العالم طبعا علاقة المدى المختلفة يعني الاتجاه نمط الحركة أوامر البنوك الأخبار دي علاقات بنسميها علاقات المدى المتقدمة ازاي يبقى معاك مدى وتعرف علاقته بالاتجاه هل المدى ده في الاتجاه ولا عكس الاتجاه هل يكون المدى في الاتجاه الرئيسي ولا بيكون عكس الاتجاه الرئيسي تمام وتربط الكلام ده بالزمن وتربط الكلام ده بحجم التداول موضوع صعب بس هنحاول ان شاء الله نيسره لي السادة الدارسين نمط الحركة هل نمط الحركة ده بيتغير طبعا نمط الحركة لازم يتغير تمام وازاي تقدر تحكم على نمط الحركة وفقا للمدى وما هي اوامر البنوك ازاي تعرف اوامر البنوك وفقا للمدى وايه هي الاخبار اللي بتحرك المدى وعلاقة المدى بالاخبار طبعا كل الكلام ده وعلاقة المدى بادارة المخاطر ازاي تزبط المدى بادارة المخاطر دي اخطر حاجة دي اخطر حاجة في هذه الدراسة ان انت ازاي تعرف المدى لانت لو حكمت على المدى حكما مسبقا دي اسوأ حاجة ممكن تعملها اسوأ حاجة ممكن تعملها واللي بيقع فيها الكسرين انه هيقول لك والله اصل الاسترالي دلار ده بيتحرك ما بين 6700 ل 7700 او 7800 فهو بيتحرك حوالي 1100 نقطة فهمي الحت ديت فيأتي الاسترالي دلار فيذهب الى القاع مثلا 6500 زي ما كان الاسترالي دلار بيتحرك تقريبا من 7000 الى 7800 او 8200 اتحرك 1200 نقطة فلما تحرك في الاولينا الاخيرة ذهب الى ايكام راح لي 7800 ولما هبط قصر القاع السابق اللي هو ايه في حدود 6980 7000 راح لي ايه راح لحدود 6800 ايه الحكاية عمل فالس بريك ازاي بقى تعمل علاقة المدى بادارة المخاطرة وما يتعملش معاك فالس بريك تبقى واخد بالك من هذه المسألة تمام ده الشرط الخاص بالاسترالي دلار تمام فاحنا هنا مثلا اهو القاع كان كام 6967 فاحنا هنقول مثلا 6960 تمام اهو 6960 لما تيجي كده وتعمل طول والله 6960 ده كان المدى الخاص به الاسترالي دلار ويهو بالاعله هو كان مثلا هنا هنقول 8000 فاحنا نقول مثلا هنا 8000 تمام وهنا ممكن تقول تجاوزا ممكن 7000 تمام فلما تيجي تقول والله اصل الاسترالي دلار ده بيتحرك في 1000 بيب تمام يعني انت لما تيجي هنا تقول ايه هو بيتحرك في 1000 بيب اهو لانه منذ زمن طويل على الاسبوعي انت بتكلم في ايه هو بدأ مثلا هنا انت بتكلم في ايه يوم كام بتكلم اه في 26 سبعة 2020 فانت حوالي عامين هو بيتحرك في هذا الايه في هذا المدى تمام فانت لا تظن انه هو هيكسره هو فعلا اهو عمل فالس بريك عندي 6828 تمام لكن هو عبر هذا الزمن لو انت اشتغلت وفقا لهذا المدى كل ما يذهب الى نقطة السبعة تلاف او يقترب منها انت بتشتري وبتربح تشتري وتربح يقترب او حتى ايه لما اقترب لسبعة تلاف ومائة انت اشتريت وربحت لانه وصعد لسبعة تلاف وخمس مائة فكل ما ييجي عند السبعة تلاف انت بتشتري لكن مرة واحدة خسرك تمام وبعد كده راح ايه صاعد تاني اذا هو هنا عمل ايه غير المدى غير المدى فانت هنا ما تقدرش تقول هو بتحرك ما بين الستة لاف وثمانمية بتحرك من السبعة تلاف لثمان تلاف لا اصبحت ستة لاف وثمانمية الله طالما غير القاع لابد ان يغير الكمة فعمل الحتة ديت طالما غير القاع هندرس بقى الحتة دي بالتفصيل فيه ازواج تغير حد من الحدين الحد العلو الحد الصفلي يتعدك حدين في المدى حد صفلي وحد علوي ممكن زوج يغير حد واحد تمام اللي هو الحد الصفلي ممكن زوج اخر يغير الحد العلوي لكن الحد صفلي يبقى عليه ممكن زوج يغير الحدين الحد العلوي والصفلي يبقى زوج يعني خلاص ده يخصرك هيخصرك فانت لازم تعرف هل الزوج ده هيغير الحدين ولا هيغير حد واحد في المدى الحد ديت ولا صعبة يعني مثال زوج اللوسترالي دلار بيغير حد واحد ولا بيغير حدين بيغير حد واحد اللي هو اللي هو إذن اللوسترالي دلار في الشراء مخاطرته أعلى من مخاطرة البيع ليه لأن الحد الصفلي هو اللي تغير معايا مش الحد العلوي يعني اللوسترالي دلار لما يقترب من 7500 والكلام ده أقدر أبيعه أقدر أبيعه ليه لأن الحد العلوي حتى الآن لم يتغير لكن الحد الصفلي ده لو زهب الوسترالي دلار مثلا ل6800 مرة أخر إيه الضمان عندي إنه ما يكسرش 6800 وازهب إلى 6100 6200 فهمل حيث ديت طالما هو زوج عملة بيغير أحد الحدود تمام يبقى خلي بالك اللي هو الحد الأدنى يبقى خلي بالك إنه هو ممكن يغيره يبقى مش هو ده 6200 مش هي ديت ده ممكن لسه تتغير يبقى إذن أنا مخاطرتي مخاطرة وقتية تمام يعني لما يجي أشتري الوسترالي دلار هو مثلا لو اقترب من 7000 لما أجي هنا أقول آه فيه فالس بريك هنا ممكن يحدث فأبدأ أعمل قيمة قيمة عددية أو بقى حاجات من اللي احنا تعلمناها في التحليل الرقمي أزبط الفالس بريك ده تمام خلي بالك إحنا بنربط المدى إحنا بندرس دورة التحليل الرقمي اللي احترافي فإحنا بنربط المدى ده كله بإيه بكل حاجة احنا تعلمناها في المستوى الأول من دورة تحليل الرقم الاحترافي بالتوفيق إن شاء الله أعتقد إن هذه الدورة هتكون أساس قوي لكل متاجر عربي الحمد لله أنا بازلت فيها مجهود غير طبيعي علشان أوصلك لهذه النتائج أوصلك لإنت تشوف الصورة الكبيرة والصورة الصغيرة تمام أوصلك لإنت تعرف الاتجاه بشكل صحيح وتعرف تشتغل كإدارة مخاطر بالتوفيق وشكرا جزيلا